أسعد أوقاتكم أصدقاء أنا قط أنسا حبيت طلع لكم مع المنظر الحلو والمطر الناعم يهلا ينزل على سبيل حبيت أحكي لكم السأرية بحبيتها بحبي لكم بها بتمنى تعجبكم بالبدأي رح أقلكم معكم قناة أنا قط أنسا بتمنى تعجبكم مواد لنا وما تدخلوا علينا باشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد الموضوع اللي حابي أحكي فيه عن شي كثير قال لو رزقنا الله ولدا سأعمل جهدي أن يكون البلون ألعابه وسأشتريه له باستمرار فاللعب في البلون يعلمه الكثير من أسرار الحياة والناس سيعلمه أن يصبح كبيرا بلا سقل وغروغ حتى يستطيع الارتفاع نحو الأعلى سيعلمه فناء ما بين يديه فيه لحظة وفقدانه بلا سبب أو مبرخ لذلك عليه أن لا يتشبس بالأمور الفانية ولا يهتم بها أكثر من اللذين وأهم شيء سيعلمه أن لا يضغط كثيرا على الأشياء التي يحبها وأن لا يلتصق بها على درجة يؤذيها ويكتب أنفاسه لأنه سيتسبب في انفجارها وفقدانها إلى الأبد فالحب يكمن في أعطاء الحرية لمن حبهم وسيفهم من خلال لعبة البالون أن المجاملة والمتيح الكاذب وتعظيم الأشخاص للمصلحة يشبه النفخ الزائد في البالون وفي النهاية سينفجر في وشهي وسيؤذي نفسه بنفسه سيدرك أن حياتنا مرتبطة بخيط رفيع كالبالون المربوط بخيط لامع رفيع ومع ذلك تراها تركس في الهواء غير آبها بقصر مدة حياتها أو ضع في ظروفها وإمكاناتها ويختم ويقول سأشتري له البالون باستمرار وأحرص أن أنتقي له من مختلف الألوان كي يحب ويتقبل الجميع بغض النظر عن أشكالهم وخلفياتهم الدينية والثقافية والاجتماعية كثير حلو الموضوع بشفافيته كثير نحن نحتاج بحياتنا لبوانين بعالمنا حتى نقدر نفهمه حتى نقدر نتقبل بعض حتى نقدر نمد إيدنا لبعض ونحب بعض تحياتي من قناتكم المنوعة أنا قط أنثى أتمنى أن يكون الموضوع قد أعجبكم مع المنظر الذي اخترته لكم الآن تصوير لايك مع المطار سوف أعجبكم ونقردكم بالتعليقات حتى نتبعد على الأراء ونكبر مع بعض ونرتقي بالفكر قناتكم أنا قط أنثى أهلا وسهلا فيكم في أي وقت تحبو نتقل على المحبة دوما